بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة قسم الهندسة المدنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنستكمل التجربة بتاعة الكونسولوديشن تيست والنهاردة هنتكلم عن بارت 3 اللي هي او ايه بنستخدم به الكونسولوديشن تيست تجربة مهمة جدا وبتطلع لنا معاملات كتيرة جدا لمن للصي أولا خلي بالك أن احنا في المحاضرة اللي فاتت وصلنا أن أنا عندي وعندي التغير اللي موجود في كل يوم يعني ده التغير اللي حصل في ارتفاع العينة في نهاية كل يوم موجودة عندي هنا طيب بيحصل إيه بقى في التجربة في الآخر خالص أنا بطلع العينة من السل بتاعتنا ونقيس الارتفاع بتاعتنا يعني بقى HF ده عندي موجودة عندي خلاص كده وأبتدي أحسب له طبعا معروف أن الاس بتاعته بواحد لأن هاي مالها لأنها فولي ساتوريتد والجي اس أنا عارفها خلاص الووتر كونتنت برضك ده سهل أن أنا جيبه أن أنا أخذ العينة زي ما تعلمنا في بداية الكورس نحسب الووتر كونتنت لو ضربت الجي اس في الووتر كونتنت أقدر طلع ال اي بتاعتي بس خلي بالك أن ال اي ديت موجودة فين في نهاية ال اي التجربة طيب وبعدين أنت عندك دلتا اي على واحد زائد اي يعني التغير اللي حصل في الفويدي ريشيو اكملني الرينج بتاعتي رينج محكومة فهي التغير هو نفس التغير في الارتفاع الدلتا اتش على اتش اف طيب أنا عندي ال اتش اف خلاص جبناها هيد وعندي ال اي ال اي فاينل عندي ال اي فاينل كويس وعندي ال اتش اللي هي موجودة هنا هو يعني عارف ده وعارف ده وعارف ده من البيانات دي كلها تقدر تطلع لقيمة مين يعني من ده ودا ودا تقدر تطلع لقيمة اي من المعادلة دي فاينل. وجبت الديلتا اي. لو طرحتهم من بعد اقدر اطلع مين? طب وبعدين. خلي بالك اني ديت ها? تعتبر اي فاينل للمرحلة اللي قابليها. يعني هي بالنسبة لمين? لكن هي بالنسبة لدي. طب انت عندك مش انت عندك الديلتا اتش. يعني انت عندك كل ديتشات ديت ممكن تقدر طلع هنا بتاعة نهاية كل مرحلة. صح كده? يعني انا عندي الاتش بتاعة كل مرحلة. لو طرحت دي من ديت طلعت الديلتا اتش. طلعت طرحت دي من دي طلعت الديلتا اتش. وهكذا. فبقى عندي مين? عندي الديلتا اتش بتاعة ما بين كل مرحلة والتانية. طب وبعدين. السؤال بقى نفس اللي عملناه هنا هون نعمله تاني. انت مش عندك ال اي. اللي هي تعتبر ال اي فاينل. صح? وعندي الديلتا اتش. وعندي يعني عندي دي وعندي دي وعندي اله يقدر اطلع قيمة مين اه الدلتا اي ومن الدلتا اي اقدر اجيب ديت وهكذا بقى تقدر تشتغل المهم في الاخر تعمل لي جدول الجدول ده كل اللي انا عايزه من التجربة ديت ان انا اجيب ايه اجيب العلاقة ما بين مين ما بين الاي اللي وما بين مين السيجمال اللي عندي جبت الجدول ده ابتدي استفيد بقى من التجربة وهقول لك ايه المعاملات اللي احنا نطلعها من التجربة في المحاضرة القادمة ان شاء الله شكرا